لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير على كل مصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القرار أولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر تاني أيام عيد الأطحى المبارك صباح الخير عليك يا محمد صباح الخير عليك يا جمال كل سنة أنت طيبة وكل سنة وحضراتكم طيبين في كل مكان لسه بنعيش أجواء عيد الأطحى المبارك جمال العيد العيد دايما في مصر حاجة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة يعني بداية أيام التشريق لضيوف الرحمن مبارح زي ما تابعنا كان الحجاج بيقدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يعني ربنا يتقبل منهم يا رب ويكتب لكل مشتاق الزيارة كل سنة وحضراتكم طيبين هتفضل دايما لحظات العيد من أجمل اللحظات وأكتر اللحظات اللي بتملى بيوتنا فرحة وبهجة وخير ربنا يجعل يا رب كده أيامكم كلها أعياد اللهم أمين وكل سنة وحضراتكم طيبين موارد تانية كل سنة وانت طيب يا محمد النهاردة تانية أيام عيد الأطحى المبارك والحمد لله كمان الجو فيه نخفات شوية في درجات الحرارة يعني الناس تقدر تخرج وتتفسح عند درقة ماكين كتير جدا للفسح في القاهرة الكبرى وفي كل المحافظات ويعني محمد احنا جربنا حتى مبارح كان فيه بالليل كمان هوا لطيف كان فيه جو لطيف كده شوية فممكن ناخد بالنا شوية من الحر يبقى معنا مية أو يبقى معنا سوائل ناخد بالنا نلبس حاجة بس على دماغنا وحنا نزلين عشان الشمس وندر نستمتع برضو بقى جاستي ليت أنا عايز أقولك يعني من لطف ربنا وكرم ربنا بجد جمانة أن الجو مبارح كان درجات الحرارة منخفضة فيه شوية ده يعني خلي الناس تنزل وتروح المتنزهات والحضائق والأماكن العامة وفعلا يعني بعد الظهر كده جمانة كانت بداية لأن الجو بقى لطيف كان فيه نسمة هوا حلوة فالناس بدأوا ينزلوا على الكورنيش أو يروحوا المتنزهات والحضائق بشكل عام مبارح يتبسطوا مع أهلهم ومع العائلات بتبقى لحظات حلوة وجميلة جدا بالمناسبة النهاردة في صباح الخير يا مصر حيكون عندنا كده عدد كبير جدا من التقارير تقارير كده يعني جهزناها لحضاراتكم من حضائق متنزهات كتير عشان نشوف مدى إقبال الناس على الفسح والخروجات والتجهيزات كمان اللي بتوفرها الحضائق العامة والأماكن علشان الناس تستمتع في سلام وأمن وجمال بأجواء العيد عشان كمان ندي حضاراتكم أفكار كده عن الفسح اللي ممكن تروحوها في أجازة عيد الأطحى المبارك في أجازة لطيفة جدا تقدروا أن تستمتعوا بيها وحتى بأقل التكاليف تأخذوا قصرتكم تتزلوا تستمتعوا بالأجواء وبالأجازة بس خليني قبل بقى ما نتكلم على الأجازة كمان نعرف من محمد عمل إيه في العيد نهاردة تاني تاني زي أيام العيد يا محمد أملت إيه أول يوم العيد زي العادة دايما كلنا كبيوت مصرية وعائلات مصرية أكيد برضو عندك جمانة وكل الناس اللمت العيدة هي اللمة بتاعت الصبح والأكلة الجميلة طبعا اللي بناكلها الفتة والكبدة واللحمة ما حدش يقدر يقول حاجة أفدا دي أكلة مصرية كده ونكهة مصرية جميلة طبعا لمة العيلة هي أجمل حاجة إحنا ممكن بأبسط حاجة في حياتنا نتبسط ونسعد ونتلم الجمال أنا في رأيي في العيد هو جمال اللمة العيلة كلها تبقى ملمومة على ترابيزة واحدة على صفرة واحدة ده أجمل جو من أجواء العيد كنت بفكر كده أخرج وأنا لسه إيه دلوقتي أني جو كان حلو بس لأ جعت في كريد وقلت القاعدة في البيت أكرم وأحسن كمان صرات العيد بقى والبلالين والناس المتوزع بقى حلويات كمان في الشرعة ديك والله إحساس تاني بس أنا قبل بتعرف أنا عملت إيه شو مسبكش تعدي كده أخبار العدية لأولادة أو الباراتة وقفوا طبور مص الصبح قبل صباح الخير العدية فين والأب يعني مجبر النازم يدفع يعني مجبر؟ لا دي أنا عارف أنت طلعتها وأنت مسامح طبعا مسامح جدا أرقام يعني عالية قوى يا جمال أرقام زمان كان الطفل مثلا البنت أو الولد تديله وحاجة صغيرة كده يفرح جدا دلوقتي لأ يبص في الفلوس كده ولأك لأ دي ما تنفعش عايز ورقة اللي هي الورقة كبيرة يعني طب ويمتين ومتين وحاجات كده ويعني والمدام خدت هديتها ولا لأ؟ أه طبع طبع أنا جاي هدي النفوس طبعا جدا جدا طبعا ونعليك يا جمالي أولا العظيم مع الهوى لا أنا بتأكد بس أن طبعا أنت بعد ربنا يخليك والبعض ويخليك ليهم يا محمد وتعيشوا تتديهم عدية على طول يا ربنا أنا عملت يبقى أمبارا اه وليه بقى يومك كان عمل إزاي والله برضو نفس الفكرة صلاة العيد الصبح آآ فطار الفتة برضو اللي هكتدي كلها بس أنا مبقدرش قوي على الصبح فعني عشان ماما برضو أشاركها وشارك إخواتي فطرت يعني أشاركم في حتة بسيطة كده وابعدين دخلت نمت عشان يعني بعد كده بقى بتعرف تجهيزات لليوم التايي البرنامج فلحيتش بالزبط فلحيتش عمل حاجة قوي ولكن استمتعت برضو بأعالتنا بأسرتنا ركات موجودة أخواتي ولد أخواتي فكاتت لطيفة يعني لسه هنبدأ برضو احنا العيد بتاعنا لسه مبتداش او احنا الوقت بنعيد مع سادة المشاهدين دي طبعا أكبر هداية لنا أكيد فلسه كمان احنا العيد بتاعنا هيبتدي كمان ربنا يديم لميتكوا دايما مع بعض كده لميت العيلة ولميتك كده مع كل حبيبك جو حر في مشاكل في البيت ضغوط نفسية اجتماعية اقتصادية مفيش مكان أو بيت بيخلق من المشاكل والهم لكن لازم نعدي ده ونحس ببهجة البيت صلحوا بعض اه بزرط صلحوا بعض يا جماعة هي أيام فيها عفو جميل وبجده والله العظيم والواحد يطول باله دايما أنا عارف وكلنا عارفين انه كلنا دايما مضغوطين الفترة اللي فاتت لكن دي أيام جميلة أيام ربنا أيام كلها فضل وجمال وعظمة يا رب كده يدمها خير وبركة على كل الناس يا رب اللهم أمين وراء تانية كل سنة وحضراتكم بألف صحة وسعادة وخير صباح الخير يا حضراتكم جميعا وصباح الخير يا مصر